طيب عشان نقفل القصة دي بشكل رسمي خلاص تم حل الموقف تبقى للتأكدات من اتحاد الافريقي لكرة القدم قالك ايه قالك خلاص يا ناما احنا على اتفاقنا الجماهير حتبقى في مكانها والبنارات بتاعت الاهلي تبقى في مكانها ما فيش اي مشكلة طب ليه بتصدروا لنا ازمات مش عارف ليه بتحاولوا يعني تحطوا لنا عراقيل بتحاولوا تشتتوا تركزنا انا مش عارف يعني المفروض كاتحاد افريقي وكامن مغربي ممكن يكون تصرف فردي عشان مش عايزة عمم برضو لان الناس طبعا محترمة وكل حاجة زي فل لكن ممكن يكون تصرف فردي عن عدم ضراية لكن في نفس الوقت انت خلقتلي ازمة من ضمن الازمات الكتير اللي كان بتخلق خلال الفترة اللي فاتت وكان من ضمن الازمات هو موضوع التذاكر امبارح بالليل وشوفنا تصراحات معالي الوزير العامري فاروق امبارح تصراحات كلها كانت يعني مهمة جد وقال لك احنا مش عايزين يدولنا التذاكر ومش عارفين احنا بيتعمل معنا كده ليه لا يا جماعة انتوا عايزين الاهلي يخسر اكسبوا الاهلي في الملعب لا فيش اي مشكلة دي كرة قدم عايز تكسب الاهلي اكسبوا في الملعب لكن تحاول تخلق ازمات للاهلي عشان تأثر عليه بعون الله بعون الله الاهلي ما حيتأثر تمام بعون الله حنقدر نكسب النهاردة عشان بقى كسبنا فرئتين خلي بالك ركز معايا احنا لو كسبنا النهاردة حنكسب فرئتين فريق الاتحاد الافريكي لقرة القدم المتحيس تماما للوداد المغربي وفريق الوداد المغربي المحترم بجماهيره المحترم هتبقى مباراة تاريخية بالنسبة للنادي الاهلي ومن اصعب المباراة في تاريخ النادي الاهلي رغم كل الاجواء اللي حراركم شايفينها دلوقتي ع الشاشة وكل الظروف اللي بتحصل ديه لكننا عندنا لعيبة بابطال بشخصية كبيرة تمام بتركيز موجود بجهاز فني محترم هنعمل مباراة كبيرة ايا كانت الظروف بجمهورنا اللي مسافر وتعبان ورايح ودافع دم قلبه عشان يقف ورا الفرقة اللي جاي من كل انحاء العالم دول الناس دول لازم نحييهم ولازم نشكرهم دول بيعشاوا الاهلي راحين يقفوا ورا الفرقة والنهاردة حتسمعوا صوتهم رغم ان جمهور الوداد اكتر بكتير رغم ان احنا ماخدناش كل التذكر بتاعتنا بس حتسمعوا صوت المجموعة اللي هتكون موجودة اي ان كان عددهم هيقفوا ورا فرقتنا وحيصندوهم بشكل كامل انا بقى المشهد ده بالنسبالي مشهد للتاريخ اما يكون امين صندوق النادي الاهلي المهندس خالد مرتاجي وعضو مجلس الادارة النادي الاهلي الكابتن حسام غالي ومدير ادارة التصويق والتعاقدات بالنادي الاهلي الكابتن امير توفيق راحين بنفسهم ومطلعين لايف من خلال صفحة النادي الرسمية على السوشيال ميديا او صفحات الرسمية على السوشيال ميديا تمام وبيسجلوا اللحظات لحظة بلحظة بيسجلوا احداث لحظة بلحظة ويشوف حسم المهندس خالد مرتاجي وهو بيقول يا جماعة انتم كده بتصدروا لنا مشكلة لا احنا كده هيبقى فيه مش هنسكت لازم لا حنحل انتم بيتعامل معنا كده احنا يا جماعة في بلدنا التاني احنا في بلدنا التاني وفي الحقيقة برضه الواحد راح يناكل مغرب كتير وشاف التعامل ازاي جميله وحاجة زي الفل لكن التصرفات الفردية دي غير مقبولة لازم يكون فيه تأدير تأدير كبير قوي لإسم النادي الاهلي يا جماعة الاهلي لما بيروح اي حتة الناس تحتفل بيه لان ده النادي الاهلي الاهلي لما بيلعب اي مطش الجمهور بيبقى مليان في المدرجات عشان يتفرجوا عن النادي الاهلي ونجوموا ويشوفوا تاريخ النادي الاهلي فلازم التأدير للنادي الاهلي يكون اكبر من كده بمراحل بمراحل المهم بالنسبة لي ان خلاص الازمة دي اتحلت رغم ان احنا زي ما فاروق قال لنا من شوية ان احنا يسا ما استلمناش كل التذاكر الاهم بالنسبة لي والنقطة دي انا ركست فيها مع فاروق ان يا جماعة الاماكن اللي حتكون شغيرة من ضمن العشر تلاف مقعد المخصصين للنادي الاهلي في مركب محمد الخامس ما حدش يخشها من جمهور الودات منعا لحدوث اي شيء ما نتمناش حدوثه فمهمة اوي ان حتى لو العدد ما اكتملش وما استلمناش التذاكر بتاعتنا تبقى لاماكن شغيرة ده اهم شيء ففي كل الاحوال ان شاء الله ربنا هيكرمنا النهاردة وبإذن الله واحد احد نقدر ان احنا نكسب المباراة وتاني وتالت وعاشر تاني وتالت وعاشر ككورة والله العظيم ككورة في الملعب احنا افضل رغم ان انت ممكن تكون افضل وتخسر فنيا مفيش اي مشكلة تكتيكيا ممكن وارد جدا فرقة تكون مش في يومها والفرقة التانية تبقى في يومها ده كرة تقدم وده شيء عادي جدا وارد حدوثه لكن كامكانيات فرقة لا احنا فرقتنا افضل كامكانيات بدنية وتكتيكية وكل حاجة لا احنا افضل مع كامل احترام والتقدير للوداد المغربي حتى والوداد على ملعبه وبالمناسبة انا يعني مش عارفة حاجة انا بالنسبة لي مستغربة وكل الناس بستغربها انت كاتحاد افريكي مش اتحاد افريكي بس ده اتحاد المغربي والتحاد الافريكي بيهيئوا كل الظروف للوداد عشان يكسبوا انا بشوف ان ده اكبر ضغط اكبر ضغط على فرقة الوداد كلعيبة وجهاز فني ان انت دلوقتي بص بقى انت ملكش حجة بقى انا مديك ملعبك او تلعب عليه انا مديك جمهورك اكتر بكتير موجود اعمل لك كل ظروف باخلق ازمات للاهلي المفروض تكسب بقى الوداد لو مكسبش النهاردة تبقى كارثة بالنسبة للوداد تبقى كارثة بالنسبة للوداد لانه متهيئة له كل الظروف على عكس الاهلي بتحطله كل العرقيل وبإذن لرغم كل العرقيل والضغط دي الاهلي هو اللي حيكسب بإذن لوحدح ان شاء الله لو الامور مش الطبيعية لو الامور مش الطبيعية وحتمش طبيعية بإذن الله خلال احداث المباراة وما قبل المباراة وانا يهمني قوي سلامة جمهورنا وجمهور الوداد طبعا وكل الجماهير بإذن الله هروح لفاصل بعدين نرجع نكمل استنونة